إلى ذلك شهد هذا الاجتماع التحذيري حول مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا غيب الوفد المغربي عن أشغال المغرب الذي غاب عن الجلسة وبصورة غير مبررة كان يتهجم كثيرا على الجزائر وفي كل مناسبة تتعلق بالأمن متهما إياها بالتقصير في التنصيق في مجال مكافحة الإرهاب غير أنه اليوم ضرب عرض الحائط هذا الاجتماع الذي ضم وفودا من مختلف دول القارة الإفريقية وكذا الأوروبية لبحث خطر الإرهاب وأكيد سنعود بالتفصيل إلى هذا الملف بعد قليل